اتباة الهوية والحرمان من التصويت في الانتخابات اشكالات من بين مشاكل عديدة يعاني منها سكان دوار العسكري الكائن هنا بتراب مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء دوار العسكري متواجد بحيل حسني ما عندوش الحق في البطاقة الوطنية ما عندوش الحق انهم يتسجلو فلوح انتخابية مع ان وزارة الداخلية تقوم بحب وصلات اشهارية يومية وبالشكل مسترسل باش نستفد منك تقول كلاتهم منوعين ما عرفناش بان فين هذا الحق الدستوري ديانا بنسبة للضوء تجيلي ديك تطلب منهم 40 الف درهم 40 الف درهم تعلق لهم جهجة المواقن وعطونا 40 الف درهم وانتوما استخدثوا الاموال جيبوا لنا سكان الدوار يطالبون بتوفير ابسط حقوقهم المتمثلة في اتباة هويتهم وممارسة حقوقهم الشرعية والقانونية وحصولهم على سكن النائق بغينا سيدنا هذا التفاتة انتابه لذلكاريانات اللي قال لنا من الألفين وعشرين يتحايدو احنا باقى نمكار في صين أختي كدخل علينا الششة والطوبات والحنا شا تشيكل شي قالوا العيالات احنا مواطعين مغربية بغينا نحايدو احنا من نايمنا هذه الكاريانات نونا عشت صاحب جلال الملك محمد السادس نصر والله بأننا ننصفنا بأننا يوقف لذلك المهزالة اللي هنا عارح شو معيب أننا نقولو ويبقى دوار العسكري من بين العديد من دور الصفيح بالدار البيضاء التي تعيش معاناة ومشاكل كبيرة تستدعي للتدخل السلطات المانية للحد من هذه المعاناة قبل ما تخرجوا تابنوا في لاشين ديانا سور يوتيوب وبرتاجوا الكونتونيو في الغيزو سوسيو وبلا ما تنسوا تديروا جام وما بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تيفي انسام بالكليك في هاد البوتان وما فيها بس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقادتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر